في سؤالها الثالث تسأل عن حكم لبس الباروكة في المناسبات اخت أمت الله من الكويت بالنسبة للبس الباروكة من حيث الحكم الشرعي على نوعين النوع الأول حرام ولا يجوز كونه من الوصل وذلك إذا أرادت المرأة التجمل بهذا فإن هذا محرم ولا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فهذا نوع من أنواع الوصل نص على هذا أهل العلم أما إذا كان لبس الباروكة لأجل إخفاء عيب من العيوب التي تحصل مثلا ثعلبة في الرأس مثلا ولا شيء من هذا القبء أو تساقط شعر بحيث أن المرأة تتأذى لو ظهرت أمام الناس فالذي يظهر أنه لا بأس وهذا أحد قول أهل العلم الذي يظهر بأنه لا بأس لأن هذه من الأشياء التي أذن الله جل وعلا بمعالجتها وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بإخفائها وقد جاء في المسند بإسناد لا بأس به قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة إلا من داء إلا من داء فإذا كان هناك داء ومثل هذا تساقط شعر وجود ثعلبة بعض النساء الآن الله يعافي الجميع مبتلى بمرض السرطان وتأخذ علاج كيماوي يتسبب في سقوط الشعر مثلا يجوز لها في مثل هذا الحالة تلبس الباروكة لزوجها ولي النساء